محتال لصفة قاد عراقية قضية فساد وجرم موثق بالصوت والصورة الجاني مجرم صدق مال الناس بحجة مساعدتهم في قضاياهم لكن القضاء العراقي منه ومن امثاله براء فسلطة القضاء التي ترفع شعار العدل واسيادة القانون كشفت حقيقة الفيديو المتداول لشخص تواجد في احد المطاعم ادعى انه قاض والواقع غير ذلك احتيال لا يمر مرور الكرام على رجال رسموا للحق طريقا والقضاء مسيرة نزاهة وصفحة بيضاء في تاريخ العراق سيما رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فاغزيدان الذي يقود المهمة بشجاعة واقتدار وما ان انجزت مهمة رجال الامن بالقبض على المنتحل بالجرم المشهود بمساعدة تعكس وطنية احد المواطنين اجريت عملية التوقيف والتحقيق ليحال الى محكمة جناية الرصافة عشر سنوات بالسجن مدة الحكم الذي اصدر بحق المجرم المنتحل لسالة صارمة لمحاسبة كل منتحل يحاول خداع الناس او المساس بنزاهة قضاء العراق